عف حد يعني دماغي واجعتني عايز بقى استكري شوية طب مين اكتر مدرب هنقول ان انت ما تأقلمتش معي بلاش تظلمك او او ما تأقلمتش خالص؟ ما تأقلمتش خالص معي بس انا تأقلمت في كل الاندية بدليل الاركام والحسابة لو جبت اي حاجة هتلاقييني في كل الاندية الحمد لله زي الفل سنة الاسماعيلي عشان برضو الضروبات مش هقول يعني مش هحط الزبوت كله على الاسماعيلي بس سكات الاجواء والظروف وكل حاجة هضطة لا توجد مساعدك او او ما فيش حاجة خالص واف هي يعني تقريبا هي دي السنة كل الاندية اللي عبت فيها الحمد لله كنت فيها بجيب اهداف ودينك كويسة وزير الفل مفيش حاجة خالص حتى هنا السنة اللي فاتت انا السنة اللي فاتت مفانيش هداف فرقة او مش هداف كتير بس يعني من هداف اي فرقة طبعاً. كنت لسه أكلمك في النقطة دي. يعني أنا إذاك تقول لي برضو مين مدرب مثلاً مش عاكبك تفكيره مع اللاعبين. مش متأقل بأول بتأقل؟ من ما أنا جربتهم؟ لا أنا بالنسبة لي متأقل. مش أقول لحد ما عادي. ممكن النهاردة نبقى كويس أوي ممكن ما لعبش عادي. عادي. سيستيما مش ماشي مع المدرب. عادي. تغير السيستيما تمشي على هوا المدرب تلعب. مم. فأنا مش بتاع أنا كده. مم. تأقلم في أي وقت. بس أنا يعني وصلت الحالة لأ أنت عايز إيه واحد دين هعمله. مم. عشان ألعب. أنا من يوم ما لعبت كورة في الدرجة الأولى ما عادتش دك. من يوم ما لعبت كورة وبقيت حمل زاكي. أنت أهم حاجة عندك ما تبقاش قاعد. لا ألعب وابقى مستريح. مم. ممكن ألعب ومعملش حاجة. هي بقى إيه لازمتها. مم. طبع. يعني ممكن ألعب وممكن ألعب الموسم كله. طبع أنت عملت إيه الموسم كله؟ هو اللعب المجرد لعب؟ لا طبعا. طيب. كده كده مش هتشاف لو قاعد أحسن. يعني أنت لو قاعد أحسن. طبعا. تلعب لك بقى ماتشين ثلاثة في الموسم وخلاص وتجيب فيه مجوان. وطول الموسم أنت مش موجود. فده لأ ده مش كورة يعني. تكلمت في نقطة جدا مهمة أنه أهم حاجة بالنسبة للعيب الكورة النفسية. بالضبط. إنت كانت أكتر فترة حسنت أن نفسيتك فيها مرتاحة جدا. مرتاحة جدا. بتلعب ونفسيتك تمام. فترة كل الفترات اللي أنا فيها كنت كويس. يعني كل الفترات اللي اللعب فيها كويس أكيد فيها هيقدي ويظهر مستوى كويس. فترة الاتحاد برضو هقولك من الأول خالص. اتحاد مع كابتن حسان. بعدها سموحة. بعدها نقولين. بس مش هقدر أقول أهلي حتى ما لعبتش. طبعا. مش هقدر أقول إسماعيلي برضو عشان نفس الظروف لعبت وما كنتش مستريح فما كانش فيه حاجة. ما كانش يتقلق. بالضبط. فطالما ما فيش تقلق أو ما فيش إنتاج خلاص الموضوع يعني. مش هقدر أقول لي حاجة. مش هقدر أقول لي حاجة. مش هقدر أقول لي كنت كويس فترة دي ولا لا. بس لحد السنة اللي فاتت. كان نفسك طبعا تتقلق في النادي الأهلي يعني طبعا. دي حاجة واضحة جدا من كلامك. طب قل لي إحساسك إيه. فأول مباربة ألعبتها قدام النادي الأهلي. كنت عايز تثبت حاجة معينة. قدام النادي الأهلي. هو كل فترة كل مرة بتيجي تلعبي في النادي الأهلي. لازم تطلع كل اللي عندك. عشان يجي هو بعد كده أقول لك بص دا كان عندي. بالضبط. يعني كنت عايز تثبت. وأنا مستفدتش بي. بس أنت برضو. يعني أنا مش بحسب لها كده. عشان برضو اللي بحسب لها قوي كده. أنت بتبقى آه نازل تلعب. أنت نازل تلعب ضمن النادي الأهلي. فأنت بالنسبة لك العيب كبير فمش فارق. بس بتبقى عايز تطلع برضو أحسن ما عندك. قدام أهلي قدام زمالك قدام أي فرقة كبيرة. وهو أنت برضو لك اسم. طبعا. ومش قليل. فبرضو أكيد أي حد في الموقف بتاعي بيبقى عايز يطلع كل اللي عنده في الأهلي. ممكن أقول لك لأ أنا عايز أبقى أجيب أجوان في الأهلي كمان. مم. ما عندهش مشكلة. دي. يعني ده 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 يعني بيقوله حق مشروع زي ما بيقوله يعني. أكيد. بس عشان برضو يمكن يكونوا فاكرين في يوم من الأيام أنه كان عندنا وإحنا ماشينا. أو أنه هو ماشي. عموما الأهلي مماشينيش. أنا طلبت أن أمشي. يعني لقيت الموضوع كده فبصراحة طلبت أن أمشي يعني. بس. أنت عرف أن الجماهير بتطلق عليك لقب جده. أنت عرف الموضوع. أنا الحاجة الوحيدة. يعني. ليس الوحيدة. الحاجة الشواء اللي كتنصبرة الوحيد أو اللي هو مخليها مبسوطة أن الجمهور كله بحب حمز ذاكي حد الواتي. ويتحسب على النادي الأهلي. بتحب اللقب ده ولا كالنفسك يبقى في لقب لي علاقة بيك أنت. لا. ولا مفرقش معيك يعني. أي حد الشرف أنه يقول له يا جده. بس بحكم أن كانت نفس المسيرة بتاع الجده كبير. هو قال لك جده صغير. طالع برضو من الاتحاد على الأهلي على منتخبات. فأنا حماشيت نفس. وهو برضو من نفس لتقريبا البلد. فمش على نفس الطريق يعني. فقال لك بس ده إن شاء الله يعني. جده صغير وإن شاء الله يعديه ويطلع لنا حاجة كويسة إن شاء الله.